قصة لهذا اليوم إنها قصة الشبح قصة شيقة وممتعة كان هناك رجل يعمل في توصيل البضائع للمدن ويوماً ما وبينما هو داهب لكي يوصل البضائع لأحد الأماكن في الليلة رأى الفتاة تقف في منتصف الطريق وكان التقص يمتر بخسارة فطلبت الفتاة من الرجل أن يوصلها لمنزلها الموجود في مكان محدد وافق الرجل ولما ركبت الفتاة في الصيارة طلبت منه أن يعطيها معطفة فهي كانت تتجمد من شدة البرد أعطى الرجل معطفه ونسى أن يخرج ما فيه من مال أو هاتف ووصلت الفتاة لمنزلها وكان المنزل موجود في مكان مظلم جداً وتذكر الرجل أن الفتاة أخذت معطفة ولم يأخذوا منها قبل نزولها من الصيارة فقرر أن يعودوا في الصباح كي لا يزعج أو يزعج أسرتها في وقت المتأخر من الليلة وفي اليوم الموالي ذهب الرجل إلى البيت الفتاة وفتحت له إمرأة عجوز وقال لها ما حدث بينه وبين الفتاة وهو يتحدث مع الصيدة رأى صورة الفتاة معلقة على أحد الجدران وقال هذه هي الفتاة التي أوصلتها البارحة يا صيدتي فدهشت العجوز وقالت هذه حفيدتي التي لم نعرف عنها أي شيء منذ عشر سنوات فرحر الرجل وهو مصدوم مما حدث ترجمة نانسي قنقر